موسيقى موسيقى فصل الخير على الجميع هذا كمال الرياح يحييكم كالعادة من بيت الخيال بيت الأدب والفنون تحت شعاره الدائم الفن والأدب لكل من هب ودب والمعرفة المرحة اليوم في هذا العدد الخاص الذي نقدمه لكم مع علم من أعلام الرواية العربية صوت تونسي تمكن من أن يتمركز في قلب المشهد الرواي العربي وأيضا تمكن أيضا بفضل أعماله المتميزة من التحليق بعيدا في لغات حية ولغات أخرى ميتة من خلال هذه التجربة الرواية المتميزة التي يخوضها ضيفنا هذا اليوم ضيفنا اليوم قضى أكثر من ثلاثين سنة يقيم في باريس يكتب من هناك بالعربية صاحب العديد من الأعمال الروائية نذكر منها على سبيل التمثيل حفر دافئة نساء البستين عشاق بيا والعديد من أعمال الأخرى أكيد أنكم تفطنتم لضيف هذه الحلقة الحبيب السالمي حبيب السالمي مرحبا بك أهلا بك سعيد أنك تكون معنا في بيت الخيال في هذا العدد الخاص وأنا أيضا سوف يكون لقاء شيء أكيد مع حبيب السالمي الحكاء والروائي هذه طبعا هذا الركام من الإنتاج الروائي بلغات متعددة هذا يمثل فخر في الحقيقة للمشهد الروائي التونسي وليتونس فمرة أخرى نجدد لك التحية على ما قدمت للأسرد التونسي وللأدب التونسي في الحقيقة حبيب أنت تأتي من قرية هذه القرية ترسخت للأسف الشديد في ذاكرة التونسي المعاصر اليوم بحكاية ربما مؤلمة وهي ظاهرة الانتحار وانتحار الأطفال أيضا قرية العلا أنا سعيد أني أستضيف الروائي الثاني صانع الحياة الذي يخرج من العلا بعد حسون المسباحي حبيب السالمي من قرية العلا نعم من قرية العلا ومؤلم أن تحتفظ فيها كل هذه الانتحارات وقد سمعت بذلك طبعا وتألمت لذلك ولكن هذه هي الحياة العلا أيضا فيها أشياء أخرى جميلة ونتمنى أن نغير صورة العلا لأنه فيها عديد من المثقفين وعديد من الناس الذين نجحوا وسافروا وجربوا وقدموا أشياء كثيرة لتونس بضبط نحن نحب أن نصلت الضوء على الحياة في هذه القرية القرية العظيمة بما تخرجه من أدمغة ومن مبدعين وأنت طفل نعود إلى تلك الفترة أنت قضيت فيها تقريبا أكثر من 14 سنة في المنطقة كيف تحل هذا أنت ظاهرة مثل هذه الظاهرة المؤلمة للأطفال يعني هل وأنت طفل صغير في تلك الفترة التي ربما كان الفقر أكثر مدقعا أكثر يعني هل كانت موجودة هذه الظاهرة كان هناك فقر طبعا كان ولا يزال هناك فقر وليس في العلا فقط وإنما في كل قرى تونس نعم ولكن كانت طفولة قاسية طبعا مثل طفولة أغلب الكثير من التونسيين الذين ولدوا في مثل هذه المناطق النائية البعيدة ولكن أيضا هناك فرح إلى جانب هذا البؤس يعني هناك أمل هناك حياة حقيقية يعني صحيح أننا كنا محرومين مثلا من عديد من الأشياء ولكننا نستطيع بألعابنا الصغيرة أن نخلق الفرح فلا تصور لا تذكر أنني كنت حزين يعني الأجيال هذه أكثر هشاشة ربما الوضع يعني يجوز يجوز لا أدري لا أدري لا أستطيع أن نقارن وعلى أي حال أنا كنت مؤخرا في العلاق كنت بزيارة يعني منذ حوالي شهرين إلى العلا وبصراحة لم ألاحظ هذا البؤس بصدق يعني حكيت مع كثير من الناس وأنا دائما عندما آتي إلى تونس أذهب إلى المناطق النائية وتحدث مع الناس أحب كثير الحديث مع الناس ودائما أندهش بمستواهم الثقافي وبوعيهم وبحبهم للحياة وبالتالي استغربت هذه الظاهرة عندما سمعت بها يعني حقيقة فجأت بل حتى فجأت لأنني لم أكن أتصور أن هناك مثل هؤلاء العدد الهائل من الأطفال الذين يقبلون أطفال يقبلون على الانتحار طيب يعني في تلك الفترة من طفولتك في العلاق بدأت يعني علاقتك بالكتابة بدأت تتشكل هناك لكنها بدأت تتشكل في جنس أدبي ربما ابتعدت عنه هذه الفترة وهو جنس القصة القصيرة يعني لو تحدثنا عن هذه البداية طبعا بدأت كقاص مثل أغلب الكتاب التونسيين في تلك الفترة التي بدأت فيها أنا عدد الروايين كانوا يعدون على الأصابع كان عددهم قليل جدا وحتى الذين كانوا يكتبون روايات كانوا يكتبون بكتابة رواية واحدة ثم يصمتون وأصلا دور النشر ربما لم تكن أيضا تقدم على نشر الروايات لم تكن هناك تقاليد في تونس لنشر الرواية أغلب التونسيين كانوا ينشرون قصصا قصيرة فبالتالي من الطبيعي جدا أن أبدأ بنشر قصص قصيرة طبعا بدأت أنشر في الملحق الثقافي لجريدة العمل الذي كان يشرف عليه عزيدي المدني قصص قصيرة هكذا للتشجيع ثم فيما بعد انتقلت صرت أنشر في مجلة الفكر التي كان يشرف عليها محمد مزالي ورئيس تحرير كان عبد واحد براهم في تلك الفترة ثم فيما بعد اتقلت إلى مجلة قصص كنت أرتاد نادي قصة ونشرت مجموعتين قصصيتين الأولى هي مدر رجل مهاجر التي فازت بجائزة الدولة للقصة القصيرة ولمناسبة هنا فأتذكر أنه الذي سلمنا الجائزة في حفل أقيمة في متحف الفن الحديث بالبالفيدار أتذكره لحد الآن هو رئيس نزراء الهادي نويرة وكنت صغيرا لم أكن قد تجاوزت الثلاثين من عمري ثم فيما بعد وصلت كتابة القصة نشرت عدد من القصص في مجلة الكرمل توقفت عن نشر في تونس بصراحة مرت بفترة تصمت كنت أكتب لكن لا أريد أن أنشر نشرت خمسة أو ستة قصص في الكرمل ثم توقفت فيما بعد في تلك الفترة التي كان يشرف عليها سليم بركات بالضبط في تلك الفترة التي كان يشرف عليها سليم بركات ومحمود رويش وكانت في مستوى كانت واحدة من أرقل المجلات في العالم العربي طيب هذه البداية بالقصة القصيرة هذا علاقته ببدايتك في الريف وأنت بعد ذلك تقول أني نزلت إلى المدينة ونزلت في شهادة قدمتها في القاهرة تقول أنه كنت مجدوها ساذجا شابا طبعا وكيف لا أكون أستاذ جنوانا قد قضيت السبعة عشر عاما الأولى من حياتي في قرية العلا وتحديدا في الدوار تقريبا هذه لازم تفسرها لأنها قد تأخذ بشكل آخر لأن الدوار في الحقيقة هي مجموعة من البيوت لا توجد في قلب لأن العلا هي قرية وفيها مركز فيها مركز الشرطة وفيها بلدية وفيها في تلك الفترة لكن نحن كنا لا نقيم في العلا كنا نقيم في ريف العلا عادة مركز الشرطة يعني يعتبر آخر مركز الحداثة يكون موجود لأنه هو اللي يسيطر على وكانت المدرسة تبعد عنها حوالي ثلاثة كيلومترات وكنا نقطع كل هذه المسافة في الشتاء بثياب رفا تقريبا على الأقل لم نكن المتسلحين بما يكفي من ثياب الصوفية لكي نواجه البرد ومنطقة العلا على فكرة منطقة باردة جدا لأنها مرتفعة كما يدل عليها اسمها وعندما ينزل الثلج في مكثر يعني يشتد البرد أكثر وأتذكر أنا صباحا عندما نهض من الصباح يعني لكي أختسل يعني عندما أغرف يعني كان الماء موجود في جرة عندما أغرف لكي أغسل الوجه يكون أكثر الجليد طبقة الجليد ثم أغسل الوجه وكنا نذهب بدون حتى يعني طعام عندما نصل إلى المدرسة كانوا ينتبهون إلينا نأتي يعني متعبين ومنهكين ومقرورين من البرد فكانوا يعني يوزعون علينا هذا الحليب حليب الغبر بالضبط وكنا نفرح فكلكار الحديد بالضبط في هذا الكار الحديد في أبني وعادة في أكياس هدية من أمريكا يعني هذا الحليب المسحوق للحليب وكنا نفرح وكنا في تلك الفترة بدءا من ذلك الوقت نستطيع أن نستمع إلى المعلم لو لم يكن هذا الحليب لم يستمعنا إليه يعني هذه هي البقرة الحاحة النطاحة كانت تغذي يعني بهذا الحليب الأمريكي يعني طيب يعني بعد ذلك تقول الحبيب السالمي أشعر أنني كإنسان وككاتب ريفي بقدر ما أنا مديني طبعا يعني هذه يعني قلت في أحدى شهادات أيضا بأنك ظللت هذا الريف وربما هذا السبب أو تشخيص لأعمالك الروائية التي يتمركز فيها الريف كتيمة رئيسة في أعمالك الروائية من جبل العنز إلى طبعا إلى بقية الأعمال دائما هناك عودة إلى الريف هل فشلت المدينة في أن تستحوذ على خيال الحبيب السالمي وأن تعيش يعني في قلب مدينة المداء كما نقول وعاصمة الأنوار باريس لا باريس موجودة بعمق في روايتي لكن الأمكنة لا تحضر بشكل مفرد كما هي في الواقع الموضوعي يعني الأمكنة في روايتي تتداخل هناك حركة ذهاب وإياب دائمة بين الهنا والهناك بين العلا وباريس يعني هناك حتى أن أحد الكتاب عندما كتب عن تجربتي الكتابة من مكانين يعني أنا أكتب من مكانين في الحقيقة وربما أكثر من أكثر من مكان ربما من ثلاث أمكنة لأن أيضا تونس العاصمة حاضرة في روايتي لأن أنا عاشت فترة طويلة في تونس العاصمة لأنه عندما يعني أنا تقريبا انتقلت من الريف إلى تونس العاصمة ولذلك أتحدث عن هذه السذاجة وهذه البراءة لأنني دخلت تونس وأنا كنت غضا ولا أعرف أحدا تقريبا وبالتالي يعني انتقلت بشكل ربما يعني عنيف قليلا وسريع وفجائي من البداوة حقا إلى تونس العاصمة فبالتالي هذا أربكني قليلا ولكن ظللت محافظ محافظ على هذه البراءة البداوية هذه الريف وعلى أول حد الآن أنا أعتبر نفسي ريفيا يعني الأمكنة كلها حاضرة في جسدي لا يمكن هل يمكن أن يكون الريوائي بريء؟ يمكن أن يكون لا أقصد براءة الريوائي لأن براءة الريوائي تختفع البراءة بالمعنى براءة الريوائي أن يكون يعني الرواية في تعريفاتها أنها والبعض عرفها باعتبارها جريمة مقارنة بالقصة الخصيرة الجنحة يعني الريوائي هو المخاتل هذا مدبر الحيال مدبر المكائد الذي ربما قتل ما قتل في أعماله التخيلية فكيف يمكن أن يكون بريئا؟ لا لكن هنا نفصل بين الإنسان والكاتب الإنسان قد يكون بريئا والإنسان قد يكون طيبا ولكن أنت عندما تكتب أنت لست الشخص الذي يعرفه الناس الآخرون مثل مارغريد دورا وحتى يعني مارسلي بوس يقول هذه الفكرة تقريبا تقول أنه لومواء يعني دولي كريمان عفوا يعني أنا الكاتب ليست أنا الاجتماعي لأن هي أنا أخرى هي أنا أخرى وهي شخصية متخيلة بالضبط هي شخصية متخيلة فما لا تنسى أيضا جانب اللواعي في الكتابة هذا هو إذا كان هناك من يعني يعني الأدب باعتباره لا أريد أن أستدعي أعرف يعني موقفك من النقد سوف نأتي إليه يعني لا أريد أن أستدعي تلك النظريات في علم النفس وأن هذا الأدب هو تصعيد لللواعي البشري لكن إذا كان هو تصعيدا لللواعي البشري فأن ما نقوم به في الأدب هو أيضا تصعيد لما نفكر فيه صحيح بمعنى ما؟ بمعنى أننا إذا كنا هل توافقني أن هناك هذه الرغبة في الاستعارية في القتل وفي التنكيل وفي الإجرام وربما في الحب وفي غير ذلك تتحول إلى العمل يجوز قد تكون المدفين الذات البشرية غامضة مليئة بالتضاريس وبالأغوار لا ندري أحيانا لا نعرف هذه الذات عندما نكتب ثمة ذات أخرى تحل محل الذات ولذلك كثير من الناس عندما يقرون بعض النسوس فهجأون أنا كثير من الناس عندما يقرون الوليتي يقولون لما كنا نتصور أنك جري إلى هذا حد في الجنس مثلا ولكن أنا عندما أكتب لست أنا الحبيبة الذي يعرفه أصدقائي وتعرفه عائلتي وشي طبيعي أنا ذات أخرى يعني عملية الكتابة عملية غامضة في الحلقة لا ندري ما الذي يحدث فيها ولحسن الحظ أنها تظل غامضة لأن لو كنا نعرف بالضبط ما الذي يحدث لن تفت قيمة الكتابة لما صرنا نكتب انطلاقا من مخططات طيب يعني عودة إلى الريف يعني الريف في روايتك ربما أثر أيضا يعني أنا أتساءل في ولحظه مجموعة من الباحثين في الحقيقة في تجربتك الروائية بأنك تتقشف في الأحداث يعني هذه خصوصية لحبيب السلمي ورغم ذلك هذا التقشف في الأحداث يعوضه أشياء أخرى داخل العملية السردية فهل هذا مرجعه إلى ذلك الإقاع الريفي يعني بروست ليس ريفيا لكنه هذا البطء اللذيذ الذي نقرأه في الرواية يجوز جدا هو كلام جميل هذا الذي تقوله حقيقة أنا بطبعي يعني لا أدري هل يعود هذا مباشرة إلى كوني عشت في الريف يجوز نحن في النهاية نعرف أيضا هذه أشياء من الصعب الحديث عنها يعني هي أشياء عاصية عن التحديد تظل منفلتة بشكل ما لكن يجوز ذلك أنا صحيح دائما الرواية بنسبتي هي نوع من التحدي كيف تستطيع أن تبني عالما كاملا انطلاقا من مجموعة محددة من الأحداث يعني كل رواية هي شبه مغامرة أحيانا قد تفشل ولكن عندما تنجح نتصور النجاح سيكون أجمل وأعمق لأنه أنا شخصيا لا أمين إلى الروايات المتنوعة الكثيرة الأحداث المتفرعة الأحداث التي تحدث فيها التقلبات يعني موجودة هذه الرواية وهناك كثير من الناس يحبونها ومع محق وأنا ربما حيانا أحقرأها حتى لتسجية الوقت ولكن أعتقد الكتابة كما أتصورها أنا هي ليست حكاية لأن الرواية ليست حكاية الرواية هي تقع ما وراء الحكاية يعني الحكاية هي ذريعة للوصول إلى الرواية نحن نكتب رواية ليس لكي نقص قصة لأنه لو كنا نكتب رواية لكي نقص قصة ولكي نروي حكاية وإن كان هذا الرواية لابد من أيضا أن يكون القادر له الكاتب له مهارة لكي يروي أيضا هذا ليس معطى للجميع نحن نكتب لكي نذهب إلى ما وراء الحكاية لأنه في النهاية إذا كنا نقتصر فقط على الحكاية رغم أهميتها في الرواية الحكاية يعني في نهاية الرواية هو حكاية هو حكاواتي يعني بالفرنسية لكن في الفرنسية ميزون بين رواية فيها فكر فيها معرفة فيها تأمل فيها تأمل ولذلك الرواية الغربية رواية عميقة والناس لا ينتبهون إلى ذلك لأنه الريوائين الغربين مثقفون ولهم تكوين فلسفي عميق يعني مش يعني فلسفي مش يمشي واحد يقرأ مثلا هكذا تكلم زرادشت ويدخل بعض الجمل ويقول أنا رواية عميقة لا هو يعيش يتأمل العالم يقرأ فلسفة يقرأ فون تشكيله يسافر يجرب يغامر ثم فين بعد هذا يظهر في كتاباته الرواية تحتاج إلى فكر والرواية فيها معرفة نستطيع أن نعرف العالم من خلال الرواية ولذلك الرواية لا تقتصر فقط على الأحداث الرواية البسيطة يعني هناك رواية تظهر بسيطة لكنها العمق متاحة كبير جدا يعني هامينجوي في شيخ البحر وعشرات الرواية موسم الهجر إلى الشمال كم عددوا يسيد يترك موسم الهجر خذ عرس الزين عرس الزين اللي أنا أعتبرها أجمل للرواية العربية ويبما أجمل ما كتبت صيب صالح لو تحذف بعض الرسوم هي تقريبا مائة صفحة يعني ممكن تقريبا مثل جبل العنز ثم يعني بيدرو بارامو لإخوان رولفو اللي هذه تعتبر الرواية التي صدرت عنها كل رواية أمريكا اللاتينية ثم يعني كافكا فيه كثير روايات عميقة جدا ولكنها قصيرة جدا ومكثفة أنا شخصيا أميلي لهذا النوع من الرواية وأعتقد أنه لا أقول أصعب أو أسهل لكني أنا أميل إلى هذا أحب هذه النوع لأنه فيها نوع التحدي حقيقي لأنه المسألة كيف تستطيع أن تبني عالما المشكلة مشك تقتصد لكي تقتصد يجب أن تقتصد لكن في الآن ذاته يجب أن تبني عالما لكي تقنع القارة هذا هو الأساسي يعني هذا مهم جدا ونحن نتحدث هذه الأيام يتحدث النقد يعني سعيد يقتين تحدث عن ما يسميه بالبدانة الروائية وطبعا هذا موضوع تحدثنا فيه دائما لكن ربما سعيد يقتين كواجهة نقدية وقع الالتفات إلى هذه المسألة وتحدثنا عنه هذا الفكر يعني فكرة هذه الرواية البوتيرية من بوتيرو تقريبا الأحجام الضخمة هذه لا يمكن نسميها المتورمة الرواية المتورمة هذا النفط المتورم والشحوم التي يعني أنت تكتب رواية أخرى تكتب رواية رشيقة أمامنا يعني جبل العنز في طبعتها الجديدة صادرة عن دار الجنوب وهي عزيزة عليك كما هي عزيزة على توفيق بكار أستاذنا توفيق بكار صدرت منذ شهر تقريبا شهر ونصف جبل العنز رواية تقريبا في 100 صفحة أو أقل ولكنها يعني تنتزع حقية حضورها كعمل عميق داخل المدونة السردية العربية هذا إذن لا علاقة بهذه الأحجام التي تظهر أحيانا طبعا كتبتها في باجة هذه الرواية كتبتها عندما كنت أدرس في باجة درست أربع سنوات وكتبتها دفعة واحدة صدقني وكتبتها تقريبا خلال 13 لكن فيما بعد تركتها كان أول عمل رواية يكتبه عندما ذهبت إلى باريس حملتها معي وعدت كتبتها من جديد وعلى فكرة لأول هذا أول عمل يكتبه على الآلة الكاتبة فيما بعد وصدقني رغم قصرها حذفت منها الكثير حذفت منها الكثير بعد عندما يعني أعطيتها مرة جبرة إبراهيم جبرة قبلته فأعجب بها كثيرا وهو الذي شجعني حقيقة هل تعتبر جبرة إبراهيم جبرة هو عراب الحبيب السالمي؟ أنا حقيقة مدين له أولا سأحب جبرة إبراهيم جبرة أحترمه كثيرا كإنسان والذين عرفوا جبرة إبراهيم جبرة يقولون نفس الكلام تقريبا رجل ممتاز وأنيق وراق في ثقافته وفي سلوكه وفي لغته هو أنجلوساكسوني نحن في المغرب العربي لا نعرف هؤلاء الكتاب الأنجلوساكسوني الذين درسوا في كامبريج وهو على أي حال هو الذي عرفنا بالأدب الأنجليزي والأمريكي طبعا وانذكر جبرة أنا كنا عندما اكتشفنا جبرة إبراهيم جبرة كان بالنسبة لنا اكتشاف عظيم من خلال طبعا الحرية والصخب والعنف ثم بعد من كتاب آخر مهم جدا أثر في جيلي كثيرا وهو الحرية والطفان مجموعة من المقالات عن أدب الأنجلوساكسوني عن دورث دورث وعند فوكنر وعند كثير من الكتاب الآخرين الذين كنا لا نعرفهم كثيرا وجبرة يعني حقيقة كاتب رواية ممتاز وجبرة يكتب كثير في الرسم وناقد جيد وبالتالي أنا يعني معذرة يعني مدحته كثيرا صدقني هو مدحك أيضا يعني ليس لأنه مدحني مدحته نصا متميزا في الحقيقة جبرة إبراهيم جبرة لا يكتب ما نتا لا يقول هذا في الجميع يعني وأنه وصف روايتك بالعمل الرهيب والمأتمي والمتميز يعني نأخذ كلمة فقط هو النص طويل قرأته في طبعتها الأخرى فطبعا هذا يعني حديث حول الرشاقة الرواية الرشق يتحدث سعيدي أختينا عن الرواية المدينة نتحدث نحن عن الرواية الرشقة يعني وهذه جبل العنز التي تكتبها في باجا وفي الريف وفي تلك القرية التي شهيرة بالبطاطا بإنتاج البطاطا وهو عمل رائع جدا في الحقيقة ثم بعد ذلك انتقلت إلى تونس العاصمة وانتقلت حتى إلى القيروان وبعد ذلك إلى تونس ولكنك المدينة بقيت بعيدة بعض الشيء عن أعمالك في البداية وكأنك تؤجلها دائما القيروان لم تنتزع مكانا في أعمالك لا ندري لماذا هل لأنها عادة عندما ننبهر ربما بشيء جديد كدخول المدينة عادة ما ندون هذا هذا الانبهار أنت وكأنك تنكره بالمعنى الإكلينيكي للكلمة تنكره وكأنك لم تراه لماذا القيروان صحيح القيروان لها حظور محتشم في روايت مثل موجودة في عشاقبي كخلفية المدينة البعيدة التي يذهب إليها الريفيونة من العلاء في الأعراس لكي يشتروا لوازم العرس في المدينة التي يوجد فيها الحمام لكي تذهب إليها العروس موجودة كخلفية ليست لأدري لماذا ليست مدينة لم تدخل إلى جسدي أولا لأنني ربما لأني لم أعش فيها فترة طويلة لم أعش فيها فترة طويلة ثم لأنني أني ريفي بالعمق وتعرف دائما هناك مشكلة بين الريف والأقاليم التي حولها بالضبط هذا هو حسن المدينة العدوة بالضبط لا نعترف بذلك دائما تجد المدينة والمدن التي حولها القرى فم علاقة ملتبسة المركز وفيها نوع من النفور يعني هم يعتبرون العراب بدو ونعتبرون هم رقيقين أكثر من اللازم ودائما المدينة الأقرب يعني مرتبطة في الذاكرة التونسية أيضا بالسجن يعني أنا هي السجن المركزي والشرطة والتوقيف يتحول دائما إلى أقرب ولاية لكن القيروان الحقيقة لا لم نكن أفكر في ذلك الحقيقة في السجن لكن صحيح كانت بعيدة مدينة عني لأن القيروان يسكنها القراوة ولو كنت من تلك المنطقة تفهم معنى القراوة وخاصة أنا قادم من المنطقة العلاية اللي هي منطقة سمعتها سيئة جدا منذ تلك الفترة بصراحة كانوا ينظرون إلى جماعة العلاية على أنهم بدو وأجلاف ولكن هم 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 ناس يعني جيدون أنا وحبهم فبالتالي لم تكن القيروان حاضرة صحيح لكن فيما بعد عندما أتيت إلى تونس تونس صارت حاضرة مثلا في صورة بدوي ميت الرواية الثانية التي كتبتها يعني تدور أحداثها في تونس تدور أحداثها في تونس في تونس الحبيب السالمي تعرفت لأول مرة على البحر ما الذي أضاف تعرفك على البحر لحبيب السالمي في الحقيقة البحر قصتي مع البحر مختلفة قليلا بدأت قبل تونس لكن انطلاقا من تونس يعني كلامك صحيح أول بحر شاهدته هو بحر نابل كنت أقيم في تونس كنت أقيم عندما وصلت إلى تونس طبعا لم تكن لدي فرصة لكي أذهب إلى سيدي بو سعيد وكرتاج كنت فقير وأقيم في تونس كنت يعني التلميذ مقيم يعني في مونفلوري فبالتالي إذا تبر وطيحت لي فرصة لكي أرافق أخي ليجرع امتحان ما نسيته في نابل فرافقته في الفترة التي كان هو يشتس في الامتحان ذهبت أنا توغلت في المدينة وخرجت ثم فيما بعد ورأيت البحر لأول مرة لأول مرة رأيت البحر طبعا بوهت لأنني كنت لا أعرفه يعني كنت أعرفه البحر من قبل تسمع بي كانت صورته سيئة من خلال سمك السردين وتحدث عن هذا في عشاق بي مثلا كان أحيانا كانوا يأتونا إلى العلا يعني عندما بدأت تتحضر يأتونا بالسردين وتذكر أول مرة أختي شاهدت علبة سردين طبعا فيها رائحة نحن متعودون بلحم الضقن لنأكل لحم الضقن ولنأحمل أرانة بالبرية ولحم الدجاج وبالتالي عندما فتحت أختي علبة السردين واشتمت الرائحة يعني قالت هذا لا تأكل هذه لا يمكن أن أكل الدود يعني اعتبرتها دودا اعتبرتها دودا فهو حرف حفرة رفضت حتى أن أعطيها للكلب فوضعناها في حفرة دفنتوها بالضبط فأنا استغللت هذه الحكاية البسيطة يعني ووضعتها في عشاق بي عشاق بي نعم في تونس أيضا تعرفت على التجارب الأدبية العالمية والتجارب الأدبية العربية ولكن تقول الحبيب السلمي أن تونس مرتبطة كمدونة سردية قرأتها مرتبطة بالنجيم محفوظ طبعا لني عندما كنت تلميذ ما زلت في التعليم الثانوي كنت هناك مكتبة في باب سعدون نعم أعتقد لم تعد موجودة وكان أخي يقيم في باب سعدون كنت هناك مكتبة أخرى في نهج جيغوزلافيا لا أدري موجودة موجودة وكنت تردد على هذه المكتبات كان لدي بطاقة إعارة فكنت أذهب يعني كان لدي اشتراك وفجأت لأول مرة عندما رأيت الجناح الخاص بنجيم محفوظ كان هناك رف كامل وهناك رواية لا تنتهي لم أكن أتصور أن الكاتب يمكنه أن يكتب كل هذا العدد الهائل من النصوص وبصراحة أخذت رواية هكذا وقرأتها فأعجبت بها كانت أعتقد زقاق المدق ثم فيما بعد قرأت بداية ونهاية ثم قرأت الصراب ثم فيما بعد عندما كبرت وصرت مهتما أكثر بالأداء قرأت يعني الثلاثية ثم بعد اكتشفت روايته القصيرة وأنا على فكرة هنا بين قوسين ولو أريد أن نسبق الحديث أنه النجيم محفوظ لا أحب روايته لهذه الثلاثية لا تعجبني كثيرا بصراحة من حقي أنا أقول ذلك أنا أميل إلى الرواية مثلا أحب كثير اللص والكلاب أحب روايته القصيرة ولو أنه بصراحة الأخرى التي منعت ونشرت في بيروت في دار الأداب لا اسم هذه أولاد حرتنا أولاد حرتنا هذه رواية جيدة أعجبتني كثيرا بس الثلاثية لم تعجبني وتشعر أنه شخص أراد أن يمطط وراد أن يكون مثل بلزاك ومثل كبار روايين ممكن الدراما أيضا المصرية كان لها القسم الأول جميل القسم الأول جميل القسم الجزء الأول من القسم الأول بس هذا الثاني والثالثة يعني لم يعجبني بصراحة هو قوة نجي محفوظ أنه أكثر من محفوظ يعني هو تقريبا جرب في أنواع كثيرة من الروايات من أدب الرحلة مع رحلة ابن فطومة مع الرواية الذهنية مع طبعا الشحاب نجي محفوظ هنا كاتب كبير مش كاتب كبير لأنه هو مؤسس الرواية العربية وكل هذا الكلام الذي يقوله النقد الشائع ولأنه أيضا يعني موظف الرواية مش صحيح نجي محفوظ كاتب ذكي جدا ذكي وسأقول لك لماذا أولا عنده عمق فكري نجي محفوظ لأنه يأتي من الفلسفة الظبط نجي محفوظ عنده ثقل حقيقي عندما تقرأه تشعر بثقل حقيقي واضح طرى المجتمع المصري بكل طياراته بكل ملامحه بكل تضارسه ثانيا نجي محفوظ قدم خدمة للرواية العربية لا أحد يحكي عنها لأنه النقد العربي معني بأشياء أخرى قد لا تكون تافهة لكنها ثانوية بالنسبة لأني طرف أين توجد في رأي أنا أهمية نجي محفوظ في اللغة قد يبدو هذا كلاما بسيطا نجي محفوظ كثير الناس يقولون يكتب بلغة تقريرية وجافة ولكن الرواية يجب أن تكون جافة سنصل إلى هذا وخاصة نجي محفوظ اللغة العربية التي ورثها لغة من؟ لغة المنفلوتي ورغة مصطفى صادق الرافعي استطاع هو من هذه اللغة البعيدة عن هواء الحياة اللغة التي تقريبا تظل سجينة المجال الديني المجال النظري المجال الحضاري العام هو أخذ هذه اللغة وألقى بها في غبار الحياة وضعها في مرغها في التراب هوأها ثم صنع لحظة كثير من الكلمات لكي تقول الهنا والآن لأنه نجي محفوظ هو الذي حدث اللغة العربية بفضل نجي محفوظ نحن نتحدث عن هذه الجلسة ونستطيع نصف البار ونستطيع نصف النصف الحافلة ونستطيع نصف الحديقة لأنه قبل نجي محفوظ كل هذه الكلمات لم تكن موجودة أصلا ممكن هذا ما فعله نزار قباني في شعر بالضبط ملاحظة جيدة هذا بالضبط ما فعله أدخل كلمة التبشورة بالضبط يعني كلمة التبشورة أدخل كلمة الصبورة أدخل كلمة مثلا القميس المظهر اللي فيها الظهار هذا ما ناس قاموا بشغل عظيم وخاصة هذه لا ينتبه إليها إلا الرواي الذي يتخاصم لأنه الرواي يتخاصم باستمرار مع اللغة لأنه اللغة ليست طيعة كما نتصور واللغة دائما عصية هذا شيء مهم جدا نجيب محفوظ قام بدور عظيم ونحن كلنا مدينون له لأنه الرواي يجب أن عفوا يجب أن يسمي الشاعر يلمح يستطيع أن يتجاوز هذه المسألة لأنه يوحي ويلمح ويكني لكن الرواي يجب أن يسمي صحيح يعني عدنا عدنا مجموعة من روايين أحيانا تشعر بغرابة يعني مازال رواي يكتب جلست تحت الشجرة أي شجرة هذه أهدتني وردة أي وردة يعني ركبت السيارة أي نوع من السيارات هذا تجده في الأدب يعني أدب العالمي أنهم هناك دقة شديدة لأنه الرواية كتابة التفاصيل هذه حتى عندما تقرأ رواية بعد قرن مربما من ماركات السيارات أصلا فقط يمكن أن يعني تؤرضنها في وقتها وترجحها إلى مرحب فمسألة التفاصيل فعلا والتسمية هذا هو دور الرواي هذه التفاصيل لكن عفوا قبل ناجيب محفوظ أنت قلت أنني اكتشفت في تونس الكتاب الكبار لكن اكتشفت في حفوز كاتب عظيم آخر الثرافية كثيرا واكتشفته بالصدفة وهو الطيب صارح طيب صارح ولأدري إلى حد الآن كيف وصلت هذه الرواية إلى مكتبة صغيرة في قرية اسمها حفوز يعني وتذكر جيدا أنه حد الآن الطبعة كانت طبعة الضار الهلال وهي الضار الهلال على فكرة هي الطبعة الثانية أنه نشرها قبل في مجلة حوار مجلة حوار مجلة متسلسلة في مجلة حوار مع صديقه الصائر هذا الذي انتحر فيه بعد وكتشف أنه له علاقة بالصيق أو لا أدري هذه قصة طويلة بالضبط نشرها هناك ولا أدري كيف وصلت إلى حفوز والتهمتها طبعا التهاما وسجلت منها كثير لأنه شعرت أن هناك تقاربا كبيرا بين العالم الذي أتحدث عنه والعالم الذي أتحدث عنه يعني هو يتحدث عن قرية في منحن النيل لكن هذه القرية تشبه كثيرا لعلا بعد سنوات طويلة انتقيت الطيب صالح في باريس كان يشتغل في اليونسكو وتحدثنا عن هذا وقالني نفس الكلام قالني أنا أيضا عندما قرأت البشير الخريف أحسست بتقارب بين السودان وبين تونس ويظهر هذا في مقدمته طبعا للدقلة في عراجين نعم الحديث معكم ممتع حبيب السلمي يعني أنت بعد ذلك سفرت إلى باريس لماذا باريس بالذات يعني لماذا هذا الخيار يعني نعرف أنه هناك البعض يذهبون إلى باريس بصفة البعل كما تقول أنت مازحا يعني بصفة والزوج البراسية فيوسفر أنت سفرت لمسألة أخرى لابد تباريك بعلا أنت كنت تتحدث عن باريس قلت هي المدينة باريس بالنسبة لنحن نحن المغاربة هي المدينة وهل هناك مدينة أخرى في أوروبا خارج عدى باريس بالنسبة لنا هو الحج لباريس تحرف في القرون في عصر النهضة كان الرسمون يذهبون إلى إيطاليا للحج لا يوجد رسام يحترم نفسه لا يجب يذهب إلى روما لكي يشاهد يعني ميكلونجو لكي يشاهد دافيد لكي يشاهد من قلال الفن الكلسيكي كانوا يحجون فنحن المغاربة نحج إلى باريس ليست لنا مدينة أخرى نذهب إليها ولكن أنا ذهاب إلى باريس له قصة أخرى لو أردت نتحدث عنها فيما بعد نتحدث بسرعة لماذا زفرت إلى باريس أنا يعني أولا أنا كنت أدرس في تونس في الحقيقة الثقافة حملتني على باريس يبدو هذا كلام غريب وإذا كان قصة المهاجر هذه هنا لا أحد أنت ترفض تماما توصيفك بالكاتب المهاجر لأنه كلمة المهاجر تنتمي إلى حق السيمانتيقي مختلف نعم يعني هي كلمة لفظة لها لها دلالة سوسيولوجيا صحة التعبير نعم وهي تعني بالأسس شريحة من الناس نعم الذين لأسباب اقتصادية بحثة غادروا بلدانهم بحثة عن شعر نعم هذا لا ينطبق عليه أنا كنت أستاذ وكنت في وضع جيد وكان ممكن أن أبقى في تونس وتزوج وأنجب ودخل الجامعة لكني أنا قررت هكذا في لحظة يعني في لحظة كيف في لحظة حماس والحماس لا بد منهره ولا تستطيع أن تفعل شي إذا لم تكن إذا كنت تقرأ حساب وكل شي وتكون عقلاني وبراجماتي لا تستطيع تفعل شي في حياتك يجب أن تكون مجنونا قليلا تركت كل شي وذهبت إلى باريس لماذا؟ لكي أشتغل في الصحافة العربية غمرت صوب البحر بالضبط كانت هناك صحافة عربية ممتازة كانت تصدر في لبنان في بيروت بسبب الحرب هاجرت إلى باريس وكان فيها كانت فرصة يعني كثير من الكتاب العرب والمغاربة وصرت توزع جيدا في تونس فكنت أقرأها وكنت أشعر أن اللغة العربية التي يكتبونها بها مختلفة قليلا لغة حديثة فصرت أراصلهم أنا فرصت نفسي كمراسل عليهم ثم فيما بعد كنت أزورهم كل عطلة لكي أحصل على ما مقابل تلك المقالات البسيطة التي كنت تتمنى لو كان يقولوني يكتب مجانا كنت أكتب مجانا فذت مرة طلبوا مني أن أبقى في باريس فبقيت هذه قصة ذهابي إلى باريس يعني يعني أنت يعني تفتح موضوع موضوع الصحافة هذا موضوع في الحقيقة أثير بالنسبة للكتاب العرب الذي ارتبطت ربما حيواتهم الأدبية أيضا بالاشتغال بالصحافة ربما هذا مهم في هذه الحلقة أن أتحدث عن هذه التجربة التي خاضها أحبيب السلمي في الصحافة العربية يعني وعرف بعد ذلك بكتاباته الإبداعية أو بالتوازي يعني أنت اشتغلت بالوطن العربي مجالة الوطن العربي وهي مجالة شهيرة جدا تصدر في باريس وأسست أيضا يعني مجالة أخرى هي مجالة المقدمة يعني حدثنا عن هذه التجربة بالذات يعني تجربة الكتابة في الوطن العربي وكنت تكتبه أحيانا في السياسة تحاور سياسيين أيضا يعني عندما كنت هي الوطن العربي نستطيع أن نميز بين مرحلتين المرحل الأولى كمراسل طبعا كنت أقيم في تونس وبدأت أكتب لهم مقالات عن كتب تصدر في تونس أجري حوارات مع كتاب مثلا أجريت من الحوارات التي تذكرها جيدا وكنت سعيدا بها حوار لصديقي حسن نصر الذي أحبه كثيرا أنا معجب به على فكرة أنا أحب التواصل من الأجيال وحسن نصر من الكتاب التونسيين الذين أثروا فيها وقرأت كثير نصوص الأولى بكثير من المحبة وتمتعت بها قرأت أيضا ليل المطر ليل المطر قرأت كنت أيضا معجب يعني بصلاح الجابري أجريت له حوار أيضا بو ولكن في نفس الوقت هم كانوا يطالبونني أحيانا بمقالات سياسية هم يريدون أني نكتب في السياسة ولكن أنا لا أريد أن أكتب في السياسة لكن أجريت بعض الحوارات المهمة الآن مثلا أجريت حوارا لحبيب عشور حبيب عشور يعني التقيته في بيته كان يقيم في المنزة بعدها خرج من السجن بيومين نعم طبعا كانت كانت لوساطة أوصلتني لحبيب عشور كنت لا أعرفه كان الزعيم المشهور وأجريت معه مقابلة ولدي صورة نشرته حتى مرة شفتها الصورة نعم كنت شابا يعني وثم قبلته مرة أخرى أيضا أجريت له حوار عندما كان قد تصالح مع عمزالي واذكر الحوار نشرته كل الصحف التونسية لا أثقوا إلا بمزالي أجريت أيضا حوارا مع الباجي قايد السبسي نعم عندما كان وزيرا الخارجية أجريت حوارا أيضا لطيب البكوش وكان أستاذي على فكرة في الليسانيات هل أنت مستعد الآن لمحاورة الرئيس الباجي قايد السبسي لما لا بس أحاولوه بشكل مختلف الآن أحاولوه كمثقم هل عندك أسئلة يعني ما تريد أن تطرحها على أنت الروائي ليس الصحف روائي الحبيب السبسي والله السؤال الذي أطرحه عليه يتبادل لذهني بسرعة فاجأتني بالسؤال أقول له لماذا لا تتوقف عن تقريد الحبيب بورجيبة لا أحب هذا يقلد كثير الحبيب بورجيبة في كل شيء لماذا كن لك شخصية ولو كنت تحب الحبيب بورجيبة فلتكن لك شخصية خاصة بك لأنه ربما الشباب الذين اللي يعرفوني لحبيب بورجيبة لا 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 ينتبهون إلى هذا لكن أنا عشت يقلده في كل شيء حتى في عباراته يعني يكون البجي قائد السبسي هذا السؤال أول شيء الذي يطرحه لماذا لا يتوقف عن عن ثم الأسئلة الأخرى السياسية لا أدري يجب أن نفكر مثلا هو في الفن ثم ما يسمى بالمحاكاة لكن هو محاكاة وليست فنية يعني بهم دي أسئلة الأخرى طبعا تتعلق ربما أنا في صراحة لست أرى أنه إذا أردت أن تعرف رأي فيك من بعيد لا سؤال سؤال للمرحلة كمثقف تواجهه إلى رئيس الدولة متى سيتخذ هو في الحقيقة لا سلطة له بس فنفترض أنه له سلطة لأنه رئيس المزارة هو متى سيعمل حقا يتخذ إجراءات حقيقية لإزالة الفقر لأنه لا يزال يوجد هناك فقر في تونس نعم وها أنا كنت أحددك عن الأطفال لا هذا ما توقعته في الحقيقة وحدث عن العلاق الأطفال الذين كانوا يذهبون قلت لك كنا نذهب ثلاثة كيلومترات لحد الآن لا يزالون يوجدون وراء شهد تحقيقات في تليزيون تونسي أطفال ينهضون في الصباح الباكر ويقطعون مسافة خمسة كيلومترات وخاصة في الشمال أحيانا يجتزون الغابات ويخافون من الخنزير معرضين للخطر ويذهبون إلى مدارس يعني حقيقة متى ولكن الأمر لا يتجاوزه برأي نعم طيب نعود إلى الصحافة هل تفسد الصحافة المبدع قد تفسده نعم الصحافة فيها منزلق خطير طبعا نعم الصحافة قد تلتهمك والصحافة التهمت كثير من الكتاب الحقيقيين تخو مثلا فتح غانم التهمته الصحافة وقضت عليه لأنه كان صحافيا جيدا جيدا من يعرف الآن فتح غانم الذي كتب الأفيال والذي كتب رواية جميلة أنا عدت قرأتها لكن سيتي تروتار كما يقول الفرنسيون يعني انتهى لم يعد في جيله لم يعد صارت له صار يبدو كما لو أنه قديم هذا مثلا قضت عليه الصحافة كان موهبة كبيرة في الناس لماذا لم تفعل ذلك بإحسان عبد القدوس مثلا ولكن إحسان عبد القدوس لكن إحسان عبد القدوس ربما أيضا قضت عليه الصحاف لكنه لم يكن موهوبا إحسان عبد القدوس الحقيقة يعني إحسان عبد القدوس كان كاتب مراهقين وهذا النوع من الأدب رأو موجود له يعني صيغته الآن موجودة في الكاتبة موجود في باولو كويلو ولا باولو كويلو أحلام مستغان بدون نتجنى عنها هذا رأو الأدب الشعبي البسيط مطلوبة ومقرؤ لما لا لكن يعني لا يبقى في التاريخ بصراحة لا يؤسس ولا يقدم الرواية يعني أشياء تقرأ وهكذا بتسجية الوقت ولكن أيضا حسان عبد القدوس مفيد من شيء آخر اللغة اللغة العربية نعم أرجع مرة أخرى إلى اللغة وعلاقتها الواقع المباشر أنا سنعود إلى اللغة فبالتالي حسان عبد القدوس ربما في اللغة قدم شيء أمامها ويعني كاتب ليس مهوب ليس مثل الفتح غانب ليس عميقا فالصحافة ليس عميقا فالصحافة يعني هي سلاح روز اليوسف هي سلاح نعم حدين نعم يعني قد تختم الكاتب مثل ما فعلت مع جارسة أمركاز ومدائع عليه حال مثل ألبير كاميو يعني كان يكتب في سياسة ألبير كاميو صحيح كان يكتب في افتتاحيات جريدة اسمها لكومبا كان هو يوديرها وقد تدمره يعني يجب الكاتب إذا كان الصحافة هي إدارة تعرف بأنها إدارة المعلومة كيف تعرف الرواية هل الرواية هي فن إدارة الكذب يجوز ما هو شنوه لأن تعجبني الإنجليز يقوله فكشيون والفكشيون هو كذب كذب ثم الفرنسيين عندهم جملة حلوة house of fiction برضب في قلب الله الفرنسيين عندهم جملة حلوة ياسف يقول لك يعني أن تكذب بصدق لكن كيف تكذب يعني الكلمة تانية متنقضة تانية يعني أن تكذب والقارأ يعرف أنك تكذب ولكن بالرغم من ذلك يريد أن تنطلي عليه الكذبة ويقبل كذبتك وينخرصها صحيح هذا العقد ما بين القارأ وما بين الكاذب إذن هي الإهام بالواقعية وعليه أن يصدق لكن هو يعرف أنك أنت تكذب ولكن بالرغم من ذلك يدخل اللعبة يقبل بقواعد اللعبة هذا المثاق بالضبط فبالتالي الإبداع هو كذب طبعا هو كذب والرواية هي كذب ولكنه كذب أعمق من الحقيقة صح يعني هوني هوني المفارقة يعني أنت تكذب ولكنك أنا في الحقيقة لأنك تكذب ربما تقارب الحقيقة أكثر مما لو تظهرت بأنك تقول الحقيقة نعم أنت أجبت عن سؤال آخر ما الذي يقوله تقوله الرواية ولا يقوله المقال الرواية تقوله كل شيء تقوله الحياة نعم المقال المقال يخبر يعلم لكن الرواية تعطيك يعني تجعلك تشتم رائحة الحياة طيب يعني ما رأيك في من ينظر إلى أن الرواية تذهب نحو أنها تتحلل في أجناس كتابية أخرى من ضمنها المقال والمحاولة الله ينبي صراحة كل هذا النقد بصدق كمال أنا لا يهمني كثيرا هذه كلها اجتهادات قد تكون مصيبة قد تكون مختلف وحتى لو كانت مصيبة لا تعني لأي شيء أنا يهمني النص يقاع النص ناسيج الكاتب نحن نتنفس كلنا بنفس الطريقة صحة ولكن في الكتابة كل يتنفس بطريقتها الخاصة هؤلاء يبنون يعني منذ بداية القرن وهم يتحدثون عن موت الرواية والرواية لم تموت لا تموت لماذا لا تموت لأن هناك حياة طالما هناك حياة وطالما هناك ذات منخرطة في هذه الحياة فلن تموت الكتابة ولن يموت الأدم الكتابة شيء أساسي الفن إجمالا شيء أساسي لماذا الإنسان بدأ يصور على ما الذي دفع الإنسان البدائي إلى أن يصور هو يصطاد يذهب يركض ويضرب الأرنب من بعيد ثم يقتلها ثم يذبح بهذا يعني هذا الحجر الذي يعني يصبح هو الصوان ثم بعد ينام ثم فجأة يوم ممارس الجنس ثم فجأة يشعر برغبة في أن يرسم نعم طيب هذا سؤال عميق ما الذي يدفع الإنسان البدائي إلى أن يرسم هكا الرغبة ذك اللي وجدت مع الإنسان لا تزال فينا إلى حد الآن وستستمر وستظل موجودة طالما الإنسان وهو إنسان يعني أنت حملت الجنس وهذا موضوع شيء جدا يعني يمكن أن نسل يعني أنت في روايتك يعني في روايتك الشهيرة طبعا كلها مجهورة عشاق باية في عشاق باية هذه الرواية التي يعتبرها الأغلب الذين طالعوا تجربتك وتابعوها بأنها يعني رائعتك عشاق باية وحتى أنه هناك من يتحدث يقول خسارة أنه عشاق باية كتبت قبل ظهوره تلك الجوائز الكبيرة لأنه المستحيل أنه كانت تمر على تلك الجوائز دون أن تنتزعها عشاق باية هذه الرواية التي تتحدث عن زيتونة الكلب التي يجلس تحتها عدد من الشيوخ وفجأة يعني تقتحم تلك نتحدث عن الشيوخ نتحدث عن الأجساد الهزيلة الأجساد الخارجة للتقاعد الأجساد المنتهية الصلوحية تلك الأجساد تدفع فيها أحبيب السالمي فيها الحياة من جديد تتدفق شبقا تتدفق بظهور تلك تسميها أنت أو يسميها حتى الشعب التونسي بظهور تلك الهجالة الفاتنة التي ستجعل هؤلاء الشيوخ تتغير حياتهم تماما طبعا تلك الهجال بيع هذه الرواية لو تحدثنا يعني من أين أتيت من أين تأتي بالقصص يعني هل هذا حدث في ذاكرتك كيف جلبت هذه العمل كل القصص تأتي من الداخلي تأتي من الحياة تأتي من الحياة وعلى فكرة سأفجركم عندما أقول أن هذه الرواية وقد تستغرب ذلك ربما هي بشكل ما ذاتية ولو أني أتحدث عن شيوخ فعلا هناك زيتونة كلب لم أخلق هذا تعرف لماذا نسميها زيتونة كلب ببساطة لأنه دوفنا تحتها كلب يعني كلبنا مات نفق لا نقول نفق الحيوانات فدفلنا هناك فصرنا نسميها زيتونة الكلب بكل بساطة كنا نلعب حولها ونحن صغار في الحقيقة هذه ظاهرة في الأغلافة التونسية يعني أنا شخصيا عندنا زيتون اسمها زيتونة الفرس وعندما كبرت لم أجد فرسا فقيل لي عندما كنا أثرياء زمان يعني أجدادنا فكانوا عندهم خيول وكانت هناك زيتونة الفرس حسون المصباحي أيضا عنده زيتونة الجمل يعني أسرد التونسي لابد أن يقرأ من حيواناته تحت زيتين في بصف والله لأنه هذه أشياء خالجة من حياتنا نعم يعني هذه أشياء يعني تعمر طفولتنا والطفولة كما تعرف لها تأثير قوي جدا على تكويننا الذهني والفني فهؤلاء الشيوخ هم في الحقيقة أبي وعمي وخالي وأحد أصدقائهم طبعا عندما الخيال يتدخل الكاتب يتدخل يغير كل شيء يغير لكن المادة الأولى موجودة هي فعلا لكن عندما نكتبها تتحول المسألة إلى مقاربة شبه فلسفية تأملية في الجسد يعني السؤال أنه ما الذي حدث الشخصية العربية يعني الشخصية العربية عندها مشكل مع جسدها من خلال مقارباتك لطبعا الجنس في أعمالك طبعا لأن الجسد محرم وأنت تعرف هذا إلى حد الآن الجسد محرم هل أنت تصور العربي إلى حد الآن هم ربما الشعب الوحيد في العالم الذي عندما يتزوج الرجل أمرأة يريد أن يتأكد من أنها لا تزال عذراء أم لا نعم تصور يعني نعم نعم الناس يعني طيب الغريف الأمر أنه تكون له حياة جنسية عادية ولكن هي يعني لا يجب أن تكون يجب أن تبقى عذراء هي مريم البتول ولكن في الحقيقة المرأة تكذب على الرجل يعني هو يخدع نفس الرجل العربي للأسف ومع ذلك ربما كلمة تكون قاسية مع ذلك المشاهدين لكن هذه الحقيقة يجب أن نقول هذه الأشياء يعني الرجل العربي هو يعرف أن المرأة لها حياة جنسية قبل أن تتزاوج لأنه لا يجوز أمرها تتزاوج عمرها ثلاثين سنة خاصة الآن في مثل مع الدراسة مع الأزمة الاقتصادية ثم المرأة تصبح بالغا وجسده ويصبح في حاجة إلى هذا منذ سن الثمانية عشر فهل يعقل تبقى إلى سن الثلاثين بدون وأصلاً هو ليجب أن تبقى هكذا هذه جريمة فبالتالي هي تمارس حياتها فهمني لأنها يجبرونها في الخفاء لأن المجتمع يجبرونها على أن تنافق ولكن فيما بعد تذهب إلى الطبيب وتعرف ما الذي يحدث وهو أيضاً يهم نفسه بأن الأمور هي هكذا وكل يعيشون في خديعة وفي نفاق مشكلة المجتمعات العربية كلها هي النفاق لا نريد أن نواجه الحقيقة المهمة الواجهة الاجتماعية وتخرج هذا القميص الملطخ بالدم وأنقذنا شرف العائلة طبعاً العربي له مشكلة هذه الحكاية تدل على أن العربي له علاقة إشكالية بشسده لحد الآن وربما الجماعات المتطرفة الآن تؤكد هذه لأنها تلك الذهنية في قصويتها نتحدث عن طبعاً زواج النكاح وغير ذلك فكل ما ظهر تطرف توجه نحو المرأة توجه نحو جسدها المرأة هي التي تختزل الحرية ولا تقدم في أي مجتمع إلا بالمرأة وكله يمر عبر المرأة في أوروبا المرأة هي التي طورت المرأة لأنها قمعت كثيراً ولأنها قمعت كثيراً فقد تكونت لديها آليات للدفاع عن نفسها فهي في التعامل الاجتماعي أذكى بكثير من الرجل وبالتالي المرأة أكثر جرأة أيضاً حتى فيما يخص القراءة الآن المرأة تقرأ أكثر من الرجل في كل مجتمعات حتى في أوروبا المرأة ذاكية وبالتالي نحن إذا أردنا أن ندخل الحداثة الحقيقية يجب أن نحلها مش قلت المرأة نهائياً لكن نحلها بشكل جذري مثل فيم تنين سترينج تحت كما نقولها فيه يا إلهي حجاب من فوق وسترينج من تحت أو باسكات من تحت مش معقول شو هذا التناقض يعني الحبيب السالمي تقول الكتابة كما أتمثلها في الحياة والجنس هو أحد أهم تجليات هذه الحياة يعني عندها إيروس إيروس عندما تعود إلى الميثولوجيا اليونانية من هو إيروس الذي اشتقت منه كلمة إيروسية هو إله الحياة إله الجنس وفي علم النفس الحديث أخذ هذا المفهوم وشحنه بمفاهم أخرى فييروس يعني الرغبة في الحياة الرغبة في الحياة والرغبة بشكل عام إذن الايروس هو في أصل الحياة في حين أن ثانتوس اللي هو عكس يعني معاكس لايروس هو إله الموت إله الخراب إله الضمار هو الموت فبالتالي الايروسية هي في أصل الحياة وثم هذه الفكرة ليست حتى أغريقية أو أوروبية موجودة حتى في ثقافتنا العربية عندما تقرأ نزهة الخاطر الروض العاطر في نزهة الخاطر النفزاوي النفزاوي كان شيخ كان قاضي الأنكحة يعني هو رجل دين بلقاء لن يقول هل يعقل أن يتحدث رجل الدين ويكتب كل هذه وصف هذه الحالات كيف المرأة تكون جيدة لكي يباشرها الرجل لماذا؟ لأنه ينطلق من فكرة عميقة جدا وهي أن الجنس منحة ربانية هناك بعد صوفي في الجنس وطلب صالح يتحدث عن هذا في أعماله يعني الجنس هو هبى من الله لماذا هو هبى من الله؟ لأنه يساعدنا على استمرار النسل وبالتالي استمرار البشرية يعني الجنس يندرج ضمن رؤية كاملة الحياة ضمن فلسفة ضمن فلسفة مش مجرد عمل بسيط هكذا للمتعة مجرد المتعة لا هو اكتمال يعني بدونه لا تكتمل لأن الذات البشرية وحالة من حالات التوحد وحالة من حالات التوحد مع الله يعني الجنس يعني فعلا فيه بعد صوفي عميق والمسلمين أهم من كتبوا عن الجنس صدقني يعني لا تتو... مثلا في الحضارة الغربية هناك ما يسمى بالخطيئة الأولى في البداية عندهم علاقة مرتبكة مع عسادهم ولحد الآن في بعض الأنصات المتدينين نحن المفروض نكون أفضل منهم لأن القرآن يتحدث على الجنس بكثير من الصراحة والوضوح والدقة لأنه يعرف أن الجنس شيء أساسي لحياة في الدين لكن الفقهاء الذين اتوا فيما بعد لذينهم هم ضد القرآن وضد الإسلام هم الذين حجروا هذا والذين قعدوا هذه الأمور وحطوها بكثير من... وحسروا في الوعيد أي لأنه صارت أشياء أخرى ثم سيسوا المسألة لسباب سياسية ديولوجية تافئة أما في الحقيقة الإسلام بصراحة يعني علاقته وعبد الوحب بحديب عنده كتاب جميل عن الجنس كتاب برعا جدا جنس والإسلام نعم يعني لكن أحيانا الحبيب السالمي أنه عندما تقرأ بعض الروايات والأعمال الروائية العربية تجد أيضا يعني حديث عن الجنس لكن الذهنية التي كتبت بها هي الذهنية ذكورية وأحيانا تعرف حتى من أخباره من أخبار هذا الكاتب أنه ليس بذلك العمق الذي يتحدث يعني هو في قمة الذكورية وينظر إلى المرأة بطريقة يعني بشكل ليس جيدا وكأنه هناك تعويض نكتب عن الجنس كشكل من أشكال التعويض أو الاستعارة لممارسة الجنس تنفيذ عن نفس يجوز نعم يجوز كل هذا موجود حسب الكاتب حسب الكاتب حسب الكاتب جنس في روايتي أتصورها أو أحاول على الأقل نعم يعني مجموعة من اللغات أمامنا نزلت أعمالك في بعض الأعمال صدرت في طبعات الجيب وهذا يعني هذا دليل على النجاح هذه الأعمال في لغات أخرى فنواصل إذن قصة الجنس أنا حريص على أنه يأتي ضمنها تلفيف الحياة نعم يعني ليس الجنس مجرد زخرف شيء براني تشعر أنه متكلف أو مقتحم في النص لمجرد الإبهار أو لمجرد إثارة غرائز الإنسان أنا بصراحة لا أحب هذا النوع من كتبات يعني أحاول قدر الأمكان يعني الجنس يأتي ضمن الحياة ضمن الحياة من داخل الحياة طيب هناك مقاربة أخرى سيئة جدا يعني هي دعوة للتفكير أن نتفكر فيها قليلا وهي مسألة زادة أن النقاد الذين يصادرون كل ما يروا يعني مشهد إيروتيكي في أعمال الأدبية ويبحثون على التوظيف يعني يعني هل الحياة يعني التي هي نتحدث عن الرواية باعتبارها حياة هل في الحياة لا بد أن نوظف يعني الجنس لا بد أن يكون سبباً هناك سبباً عميقاً لممارسة الحب فلماذا في الرواية لا بد أن نبرهل يعني هذا المشهد لا بد أن يكون له سبباً أتفق معك تماماً وأنا دائماً هذه الأسئلة تزعجني بصراحة موش سواء لك أنت لا لأنه يطرح عليها في كثير من المقابلات كيف وظفت أنا لا أكره كثيراً هذه الكلمة لا وظف أي شيء يا أخي أنا أكتب بأنه عندما أكتب يعني مثل شخص الذي يسبع عياناً أيضاً تظل شوية تراقب صحيح لكن أيضاً تذهب مع عيقاع النص لأن النص عندما تبدأه أنت في البداية تتحكم في كل شيء لكن فيما بعد يتأسس النص تتشكل ملامحه الأولى فتصير أنت تتبع أحياناً روضة وشها هنا وشخصية عندها عندها رغباتها وعندها حاجياتها تقول هذا ولا تقول هذا حين تقول لا سصنفو الشخصية هذه لا تستطيع أن تقول لأن صارت موجودة فنرجع هذا هذا كله كلام أكاديمي أنا أعتقد أنه هناك مفاهيم دخلت إلى ما يسمى بالنقد العربي وسنعود إلى هذا أدخلها الباحثون وصارت تعتمد كمقييس وما هي بمقييس وما هي هم الذين جعلوا منها مقييس جاءت متأخرة مجرد خراءة بالضبط أنا لا أتصور أنه بروست عندما كان يكتب في البحث عن الزمن الضع كان واعي تماماً ومنحص الحظ أنه لم يكن واعياً لأنه كان يحكي عن حياته لأنه كان فم حساسية جديدة بدأت تتشكل من خلاله ومن خلال الطبقة التي ينتمي إليها وهذه الحساسية برزت فيما بعد رأوا الكتاب الذين يجددون لا يقولون طيب سأجدد الآن يضع هكذا نقطة سأكتب رواية حديثة هو يعيش تجربته يعيش حياته أولاً ويكتبها كما أحسها وهي فيما بعد قد تتجاوزه يأتي فيما بعد الناس يقولون والله هذا نقل الرواية زحزعها ودخل بها إلى جغرافيا لم تكن معهودة ويطلقون عليها اسم الحساسية الجديدة الكذا وكذا الواقعية الجديدة الواقعية القذرة بس هو لا يريد لا واقعية قذرة ولا حزنون هو يريد أن يكتب يريد أن يكتب نصاً جميلاً يرضيه ويتصور أنه يرضي القرى هذا ما يهمه في النهاية نعم الحبيب وأنت تتحدث عن المرأة قلت أنها المقياس والمحرار الحداثة والدخول إلى الحداثة والتحضر أنت أيضاً ترجع ربما نجاح الثورة التونسية إلى وجود المرأة كعصب أساسي في المجتمع المدني طبعاً وربما سنعود إلى المرأة ألا ترى أن كلمة المجتمع المدني مقارنة في مقابل المجتمع البدني كما يقول أحد الأصدقاء كلمة المجتمع المدني وكأن هذا خلقها الرجل لكي يغطي هذا التواجد القوي للمرأة يعني المجتمع المدني بدون مرأة ليس مجتمعاً مدني إنما مجتمعاً بدنياً لكن المجتمع المدني حسب ما فهمت سؤالك المرأة هي جزء من المجتمع المدني طبعاً طبعاً يعني في تونس أنا عندما أتحث على المجتمع المدني أتحث على النقابات نعم أتحث على المثقفين وهذه قد نعود إليه لأن نستهين بدور المثقفين أنا ضد كثير أراياً نعم المثقفين غايبين ولا قيمة لهم مستحيح أنا أمم بالتراكمات والتراكمات تأتي أكلها في فترة ما والمرأة يعني المرأة جزء أساسي من المجتمع المدني في تونس المحامين النقبات الأساتذة الطلاب ما هذا هو المجتمع أنت أتيت من فرنسا اللي تشارك في أحد المسيرات نعم كان وقتها منذ كان في اعتصام باردو وكان صادف قدمت الرحلة لكي يشارك في المظاهرة تذكر 13 نقود يعني وكان التقيت بصديقي رضا الكافي وذهبنا مع بعض وزوجته يعني زهرة عبيد اللي هي صحفة وذهبنا معا شاركت في المظاهرة كنت حريص على أنه شارك في هذا المظاهرة كان فيها الكثير من النساء طبعا لأنه أغلبها هي نساء تذكر وقتها مظاهرة للاحتجاج على ما كانت النهضة تريد أن تمرره وهو أن المرأة مكملة للرجل مكملة للرجل فقالوا لا المرأة ليست مكملة للرجل كيف كيف أو أنت أو مثقف كيف تقبل هذا ترفض أولا تقبل هذه الفكرة أو ترفض أن تشارك في المظاهرة من هذا النوع وأنا علي حال الأمدح نفسي ولو أني لا أريد أن أتحدث كثيرا عن هذا يعني تابعت الثورة التونسية بعمق يعني لكن كمثقف ليست سياسي وهذا مهم جدا نجب النفس مثلا أنا ذهبت لأعتصام باردو الثاني أنا ذهبت إلى هناك طبعا ذقيت بضع لحظات كانوا كلهم شباب الوحيدة اللي كان شعر وابض هو أنا لكن شاهدت الرسوم وصفقت لهم وذهبت مثلا عندما نسمى في البداية عندما بثت هذا الفيلم بيرو بوليس نسيت اسمه يعني هذا الفيلم الإيراني صدقني ذهبت إلى قصر العدالة ووقفت أمام قصر العدالة وشاهدت بعض الأصدقاء محمد الزرن ولاد أحمد الله يا رحمه وكذا ما يهمنيش الناس يقولوا حضرته وأكتب أقولوا لا يهمني أنا كمثقف أذهب مساندة لنسمى قد نظر نسمى الآن شو خطها التحريري ما هو التوجه الذي صارت عليه أنا أتحدث عن فتلك حرية الصريحة وكانوا ضربوا وهجموا فكنت دافعا حرية الصحفة فأرى أنه المثقف أيضا إذن أنت يعني كما قلت أعود إلى سؤالي الأول وهو المرأة كانت ربما يعني الثورة التونسية هبت المرأة التونسية يعني التي ليس إلى هذا الحد التي حمتها ربما بعد ذلك من التطرف الذكور ساهمت إلى حد كبير في حمايته لا أقول المرأة فقط لأنه فيه وعي في تونس بصراحة فيه نقبات يا أخي والنقبات مهمة جدا ثم تونس بلد صغير ثم أصلت هي ري بورقيبة عجنها تونس من زمان يعني تونس أنا أشبهها دائما كالعجينة الصغيرة أولا ساعة تونس مجتمع غير صعب فيه تجانس إثني وحتى تجانس جغرافي أكبر جبل عندنا 1514 في الحين في المغرب ربعلا في كيلومين جبل طبقال وحن جبل الشعابي رو مهم هذا ماذا يعني هذا؟ يعني أن المدار تستطيع أن تؤسس تحمل المدنية إلى مناطق يعني قريبة تستطيع أن تبد طرقات تستطيع أن تبني مدارس مهم جدا هذا في المغرب مثلا في فترة ما إلى حد الآن لا يستطيع المغرب أن يبني مدارس لأن الناس يقيمون في مناطق بعيدة ووعرة جدا ونائية إذن تونس فيها تجانس إثني فيها تجانس ديني وفيها سهولة وتجانس جغرافي أقريبا وبرجيبة اشتغل مهوس بالفكرة ذي كان كثير مهوس بيسميه يعني تدمير العشائر النزع العشائرية وهي ما زالت موجودة لأنه ما زالت موجودة للأسف هناك قراءات كثيرة في الحقيقة في مسألة محو هذه لكن برجيبة أحبابنا مكرهنا وبرجيبة وجيلورو مش كان برجيبة وهي بدأت قبل راو هي بدأت قبل قبل حتى برجيبة أنه المجتمع التونسي بحكم أنه مجتمع صغير وفي هذا التجانس حدث فيه نوع من السهولة بحيث الأفكار تنتشر بسهولة أفكار التقدم أفكار المدنية تنتشر بسهولة وهل ذلك أنا أعتقد بصدق وبدون أي شوفينية نكره الشوفينية أنه البلد الوحيد الذي نستطيع أن نقول أنه قد حدثت فيه ثورة بالمفهوم العميق للقليم أو على قل ما يشبه الثورة هو تونس بالضبط الحقيقة البدن الأخرى دخلت عناصر أخرى إما أفسدت قد تكون ثورة في البداية مثلا في سوريا وبعد أخذت مجرأ آخر في نيديا نفس الشيء وفي مصر أحترم كل بدن العربية أريد أن أتحدث عنها وخاصة أني لا أعرف وضحها طيب وأنت تحكي عن التجانس يعني حبيب السلمي أنت متزوج بفرنسية كيف تجد هذا التجانس أولا هذه حياة شخصية أعلم أنك لا تريد أن تجيب لا نتجسس ما معنى كيف تجانس التعامل معها ككائن بشري أولا أحبها زوجتك لا لأنك شخصت المجتمع التونسي كمجتمع في إثنية واحدة في تجانس أكثر يعني أنت كيف تعيش هذا الاختلاف هذا مع الله يعيش في حياتك الحميمة أعتقد أنه مهم نعم ورغم بعض الإشكاليات التي يطرحها ولكن الإشكاليات هي أيضا مهمة يعني يجب أن تحولها إلى موضوع التساؤل صحيح ومن أنها تصبح مضعوسة فقد تفيدك قد تتقدم بك ليش شيء في النهاية رو سيئة في الحياة ليش شيء حتى الألم حتى كذا مفيده طيب يعني أنت تزوجت عن قصة حب يعني طبعا لماذا تزوجت إذن إيش هذا السؤال لا لأنه عنده فرع آخر لأنه زوجتي أحبها إلى حد الآن ولم أقيم معها وتقيم معي العب من وردك الآن متزوجنا تقريبا أكثر من ثلاثين سنة أنا ابني عمره تسعة وعشرين سنة ومتزوج أبني مؤخرا وإلى حد الآن هي زوجتي وأحبها شيء طبيعي لو لم أكن أحبها لا فترقنا من زمان طيب صحيح أم لا ممكن ممكن أبشاط رح عليك السؤال الحقيقي وراء هذا السؤال اللي شفته غريب يعني أنت معروف كرواي رومانسي رواي يكتب عن الحب والجنس وغيره يعني وتحدثت عن الرواية باعتبارها إدارة الكذب فعندما يعلن الرواي عن حبه لمرأة هل رواي رومانسي يعلن عن حبه لمرأة فهل هو يصدق يعني هو أمام إمكانية نجاح أكثر لأنه الكاتب الرومانسي أم هو يتعرض إلى صعوبات أخطر لأنه معروف في أنه كاتب رومانسي معروف في أنه كاذب قبل كل شيء وصانع حكايات أولا نتوقف عن كلمة رومانسي يعني الرومانسية هي طيار أدب نعم طيار أدب ظهر في فترة وثوري حسنا له يعني لا بمقهوم تاريخيته له سياقه له كذا وذلك أنا لست رواي رومانسيا طيب رواي عاتفي لا حتى كل الناس عاتفي أنا نستطيع أن نعيش بدون عاتفة بهذا المعنى أفهم ما تقصد يعني أقصد يعني أنت فهمت يعني روائي أقيم وزنا للحب بذبت هذا يا أخي الحياة ستكون كارثية لو لم يكن هناك حب لكن الحب أيضا يشتغل عليه نعم الحب مش يعني أنك تستلقي تحبها وحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيد وقال وإلى الأبد لا شيء رو يدوم إلى الأبد كل شيء كيف يمكن أن تغذيه هذا مهم تغذيه تغذيه بعمل دقوب على الذات وهو مشكل الحب فقط دائما الذات البشرية يجب أن تعيد نظر فينا ذاتها كل يوم لأنه لا وجود لحقيقة ثابتة لا وجود لهوية ثابتة بشكل دائم ما هو حقيقي الآن قد لا يكون حقيقيا فيما بعد وهذا أجمل شيء في الحياة وهذا ما يريد أن يفهمه العرب العرب يحبون يرجع إلى نفسك راضية مرضية واطمني ولكن هذا الاطمني لا يولد إلا البلادة يعني الحضارة الغربية كلها تقوم على قلق هذا القلق الدائم ونحن إلى حد الآن لم نكتشف هذه الفكرة لا شيء ثابت لا شيء نهائي لا شيء مكتمل كل شيء يعني يكتمل ثم يعود إلى نقطة السفر وهكذا دولي وهذه هي عظمة الحياة يجب أن نطرح الأسئلة باستمرار والحياة لا قيمة لها بدون سؤال يجب أن يظل القلق ملازمنا إلى من الهاتف والناس سنتحول إلى جذف رأيت سؤال كم عميق يعني وصلنا هذا سؤال نعم يعني هذا يعني حبيب البعض يشخص هذه أعمال طبعا توفيق عمران الذكر العربي على المرأة أن تكون عذرة كيفما الرجل عذره عذره هذا مواصل حبا شكرا لتنفيق عمران الذي يتحفنا بهذه الرسومات طبعا هناك من يرجع مسألة الفشل الفشل الزيجات العربية في أن الزوج والزوجة يتوقفان يتوقف كل واحد منهم عن آداء دور العشيق هل هذا صحيح؟ طبعا لأنه أعطيك مثال مثلا أنا أحذفك عن فرنسا لأنه يقيم في فرنسا منذ فترة طويلة وأعرف صديقات وخالة أصدقاوية وحديثونا في هذا الموضوع رأي علاقة الحب مثل ما قلتك الآن ساسي كولتيف لأمور بإذن باستمرار تعيد فيه النظر تحييه صحيح وليست على طرف واحد وليست على طرف واحد وحين قد تكون وأنت عاشق وهي تلقي بك يعني في المزبلة ولذلك الحب صعب الحب تجربة حبك أيضا بالضبط له تجربة مرة ولكن المرارة هو جزء من الحب يعني يجب أن نعيشها أيضا مثل ما أن العدم جزء من الوجود الموت وجزء من الحياة تصور الحياة بدون موت مثلا تصور يا إلهي الحياة تصبح جحيم يعني ما يضفي على الحياة قيمتها هو أنها دائما محاطة بالموت يعني نحن نموت في كل لحظة تقريبا نحيا ونموت في الآن ذاته في كل لحظة فالحب إذن هو تجربة لا يجب أن نستلقي لها نغمض عيوننا ونستسلم لها وخاصة أن المرأة خطيرة المرأة تحب باستمرار يعني مزاجها كالهواء يعني لابد أن نجدد هذه العلاقة باستمرار وهنا الصعوبة ولذلك نفشل ولذلك نفشل ولذلك هناك كثير من الزيجات لأنه أحيانا مستحيل أن تجدد العلاقة صحيح ولكن هذا جزء من الحياة هذا نعم مثل ما أن الألم جزء من الحياة يعني أنا أستغرب يعني لماذا تريد أن تكون الحياة كلها خط مستقيم وكلها حب أولا ساعة لا توجد الحياة كلها حب ثم أصلا الحب هو نفسه يتغير بمرور السنين يعني الحب الحقيقي الذي يتحدث عنه العشاق وليه موجود في الكتب هو لحظات ولحسن الحظ أنه لحظات ولا ندري كيف يأتي ولا ندري كيف يذهب مثل الريح التي تهب علينا فننتعش بها ثم فجأة تنتهي في علاقة بالألم أيضا يعني الحب والألم والسعادة كل هذه الأشياء لها علاقة بتنشئة الذات يعني الذات هي شانتيه هي مختبر دائم الإنسان حياته كلها هي سلسلة من الاختبارات ويجب أن يخذ حياته إلى هذه السلسلة من الاختبارات وإلا يموت طيب كثير من العرب هم موتى مش العرب فقط الفرنسيين وأوروبيين موتى موتى متحركون علاقتك بفرنسا هل هي أشبه بعلاقتك بالمرأة؟ علاقة إشكالية يعني في روايتك أسرار عبدالله يقول عبارة عبدالله الذي يريد أن يعود إلى زوجته الأولى من لي غيرك في هذه الدنيا الغدارة يا عكري طبعا شخصية اسمها عكري وفي المخيال الشعبي توليسي بعدها يا عكري هي فرنسا صحيح فكم قال هذه العبارة الحبيب السلمي إلى فرنسا؟ كم قالها هذه العبارة؟ لا الحقيقة ما عنديش أنا شوف علاقتي بفرنسا علاقة أعتقد تقوم على النفور والجذب والإنجذات في الآن ذاته إن علاقة مثقف ببلد المتح هي علاقتي أنا بتونس هي علاقة ملتبصة وغامضة علاقة المثقف أنت تحدثنا منذ حين عن الهجرة يا أخي ما الكاتب هو حتى عندما يكون مقيما فهو مهاجر لأنه مغترب لأنه الكاتب إقامة الكاتب ليس مثل إقامة أي شخص مواطن بسيط يدفع الضرائب هو يشاهد يوم الأحد يذهب إلى يأكل قيد زي مع زوجته مع ابنه ثم يتفرج على الدربي يوم الأحد ما زال لا علاقته ببلده علاقة غامضة ملتبسة متقلبة وكل هذا يعني أنه لا يحبه لا يحب بلده هو يحبه لكن لا يحبه باقي الطريقة الشعبوية المنتظمة لا لأنه أنت تحب بلدك وأنت تنفر منه حيانا وأنت تعيب عليها الشياء وأنت تتمنى أن يكون يتطور بشكل أسرع يعني شي طبيعي فنفس الشي علاقتي أنا يعني نحبه بقسوة مثل بالضبط مثل الحب وعندما يقول أحمد نحبه البلاد كما لا يحبه البلاد أحد نعم شو يقصد خلين إشارة للعادة أحمد الذي توفيه مؤخرا من صديقنا لأنه أنا كنت أحبه كثيرا من الحقيقة طبعا كما لا يحبه نستطيع أن نقرها بطريقة أخرى يعني كما لا يحبه المثقف يحبها بطريقة مختلفة يعني هذا شو ربما يقصد أيضا في المدني فبالتالي أنا علاقتي بفرنسا فيها نفور وكن فيها أيضا من جذاب لأن هذا الفرنسا لا تنسى هي الثقافة الفرنسية أنا مثلا نعطيك مثال بسيط اللغة الفرنسية بفضلها أقرأ أغلب أدب العالمي غير الفرنسي أقرأ الأدب الياباني أقرأ الأدب الأمريكي التحديد أقرأ الأكتب الإنجليزي أقرأ الأدب الإيطالي أقرأ الأدب الصيني مؤخرا فكيف تريدوني إدجاه اللغة الفرنسية أحبابنا مكرهنا فيها طيب خلينا يعني الحلقة تسرع كثيرا أريد أن أسرك بعض الأسئلة يعني في مسألة اللغة الفرنسية أنت أكثر كاتب تونسي ربما كاتب تونسي مترجم مش ربما مترجم إلى اللغة الفرنسية هذا تؤكده لي يعني ليس هناك من مدونة سردية مكتوبة بالعرق بالفرنسية أو مترجمة لها عام تونسية أكثر من تجدتك أنا لدي خمس روايات صادرة عن أكتسويت خمس خمس روايات وأنا حسب علمي ما أعرف يعني حتى الذين يكتبونه مباشرة بالفرنسية الذين ينشرونه في باريز لا تحث عن الذين ينشرونه في تونسي لا أعرفهم الذين ينشرونه في تونسي لكن أكبر واحد تليلي أعتقد عنده خمس أو ستة روايات شوى فوزي ملاح عنده ثلاثة روايات ثلاثة روايات هم أصلا كتاب التونسي ليسوا يعني السؤال لماذا يترجمك الفرنسيون هل لأنك أعمالك مهمة هل أم لأنك مقيم في فرنسا هذه أسلا أنت شياطين لا أنا الحق أن ترح أي سؤال أم هل لأنك تكتب ما تريده فرنسا هذه الأسئلة الثلاثة لماذا يترجم بهذه الكمية والكثافة الحبيب السلمي إلى الفرنسي هي قصة الترجم أراه بكل بساطة عندما واحد ينظر لها من بعيد يتخيل أنه وراء أشياء كثيرة وهي حقيقة بسيطة جدا كيف بدأت أترجم أنا في فرنسا مثلا بقت في الطويلة لم أترجم سنوات عندما صار لدي تراكم وصرت معروف في العالم العربي صدقني العالم العربي هو الذي حاملني إلى فرنسا هذا الغريب في الأمر لو ربما نشرت في تونس في دور نشرة صغيرة وظلت في دائرة ضيقة ربما لما ترجمت إلى الفرنسية حتى لو كنت أقيمه في فرنسا صحيح فبالتالي أنا دخلت إلى فرنسا عبر بوات بيروت بيروت ودار الأداب نعم لماذا؟ لأنه الذين يشرفون على هذه السلاسل يعتقدون ربما عن خطأ أو عن صواب على أي حال أنه أغلب إذا كاتب تونسي مغاربي استطاع أن يفرض نفسه في دار مثل دار الأداب أو دار الساقية وهذه الدور المعروفة فهو إذن يلفت الانتباه دي يقرؤونك بجدية فقرأني هذا الشخص المسؤول وهو رجل طبعا أخترمه فاروق مردنبيك حقيقة أحبه ومطلع ويعرف كل الأدب التونسي وخدم كثيرا الأدب العربي أنا أقول ذلك بكل حقيقة فبالتالي عندما أراد هذه رواح ماري كلير طبعا عندما أرادوا أن يترجموا كاتبا تونسيا فبصراحة كنت الأبرز لأنني كنت عندي حضور الآن لو يأخذوا كتابس فيه نس سيأخذوا الناس أيضا البارزين في بيروت شي طبيعي وهم على فكرة لستوا الوحيد أقول لك شي ربما كثير الناس عرسين نالوتي ترجمت له رواية في دار أكتسيد وكانوا يتمنون أن يواصلوا معها لأنه أكتسيد دور النشرة لا يأخذوا كاتب واحد فقط يأخذوا تجربة تجربة مدودة لأنه يعرفوا الكتاب الأول قد لا يمر الكتاب الثاني هو يعرفك بالقراء الكتاب الثاني كانوا يمكن يواصلوا معها عرسين هذا يحملك مسؤولية أنك أنت الصوت وكأنك تقدم صورة تونس تقدم الثقافة التونسية الصوت الأكثر بروزا هناك هل تعرف أن هناك كانت تهمة في النظام السابق أنه يسيئوا إلى سمع التونس في الخارج هذا يحملك مسؤولية أنك تقدم تونس كما يجب أن تقدم بصراحة لا أخفي عليك طبعا لا أدب أن هذا سؤال مش يحمني مسؤولية أنا أشعر بفرح ومش كان في فرنسا حتى في الأداب في لبنان أني أنا سهمت خلينا نكونوا متوضعين أنا مهم الإيجو مطلوب لا عفوا سهمت إلى حد بعيد مع غيري فهمتني في جيلي أن نعرف بالأدب التونسي نخرجه من هذه الشرنقة التي ظل سجينا داخلها ونحمله إلى أفاق أبعد هذا لا يعني أن الذين لم ينشروا في بيروت هم كتاب تفهون إطلاقا لا لا بس أيضا ربما لا يراهم الآخرون مثلا بشير أخرايف روايته جميلة لكن لو كتب لهذه الرواية الدقرافي عوجينها أن مثلا تنشرها دار كبيرة وفي حينها لأنه بعد تقدمت شوية وربما لقيت صدا كبيرا وعندما قرأها مؤخرا يعني منذ سنوات قرأها جمال الغيطاني تفاجأ رأيت وقال كيف موحيلا أيضا نحن التونسيون لا نقوم بمجهود كبير صحيح أنت تنافس كتاب كبار تصبح أكثر قسوة على نفسك ثم تصير يعني تراقب نفسك أكثر وهذا يطورك يا أخي فبالتالي يمثل تونس لا أدعي أن يمثل تونس ولكن أنا سعيد بأنني يعني صوت مثلا كتبوا كثير مقالات كتبوا في اللومون نعم طبعا هذه مقالات كثيرة أمامنا في الحقيقة نعم مثلا هذا مقال عن أنه تونس سينيبالي كارت بوستال مثلا العنوان هنا الواندي كارت بوستال تتحدث عن تونس الحقيقية تونس التي لا يعرفونها والتي حتى ربما الأدب المغاربي هو الذي يكتب أجيب عننا سؤال لأخير هذا الشق هل أكتب للقارئ الفرنسي أولا سعانا هذا سؤال برأي أجيب عنه بسهولة كبيرة لماذا؟ لأن أنا أصلا قارئه هو القارئ العربي أنا أنشر في بيروت في بيروت قبل أنا أفكر أنه ترجم الألمانية ولا أدري حتى من يقرأني الألمانية فرنسي أعرف لأني يعيش في فرنسا وتكلموا لغة فرنسية لا أدري من يقرأني في بريطانيا لا أدري أشوف في الفيسبوك ومقالاته حتى أولا أفهمها عينا في الجوجل في الفيسبوك آخر سؤال مش نسألولك يعني الذين أنت لك معجبات ومعجبين هناك ظاهرة نقدها أمبرتو إيكو وجوناثان فرنسل الكاتب الأمريكي الذي يقول أن تلك المحامل أو وسائل التواصل الاجتماعي سمحت للحمقى والمغفلين أن يصبحوا كتابا أو يعتقدون ذلك هل تؤمنوا بهذه النظرية بهذه الرؤية فيسبوك لا أخذ على محمل جد بصراحة ما معنى فيتشوك كلام واحد يقرأ فيسبوك يقوم بخلال فيسبوك فيسبوك كلام فارح يعني إخوانيات وتبادل ملاحظات وتبادل الجامات وتبادل هجمات أحيانا الجامات والهجمات لا يعني أنا فيسبوك تعرفين شو أحبه حين أتواصل مع أصدقائي بالمعنى الأول أنه هو هذا الفيسبوك كما خلقه مارك سيبر هو أنه الناس الذين يعرفونه بعض يتحاورون وفعلا فيه مزايا جميلة أنه تلتقي مثلا أقرأ ما كتبه كمال أحيانا مثلا مقالات أيضا لا أطلع عليها في كل الصحافة فينشرها شخص نعم قرأوها تفيدوني كثير لأنني لا أستطيع أن أقرأ كل الصحافة العربية أنا أقرأ أدب أقرأ وأكتب لديها وقت لأشياء أخرى ولكن الأدب فيسبوك لا أحد يأخذه على محمل جد بيننا يعني ما سعداء يعني الحبيب السرمي أنا كنت معنا في بيت الخيال حزمة من الأسئلة سنؤجلها إلى موعد لاحق أرجو أن تعود إلينا في حلقات جديدة من بيت الخيال وأرجو أن قد قدمنا إضاءة صغيرة أو زاوية ونافذة للمشاهدين وللقرأ التونسيين لمزيد الإطلاع على هذه التجربة المتميزة جدا والمشرفة للأدب التونسي في لغات متعددة وفي أيضا في لغتها العربية شكرا على الحضور شكرا الروائي الحبيب السلمي على هذا الحضور المتميز في بيت الخيال شكرا لمشاهدين الذين تابعونا وتحملونا في هذه الليلة من ليالي بيت الخيال إلى ضيف آخر وإلى لقاء آخر وموضوع آخر نقول لكم سهراء ممتعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة